انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي يوم الأربعاء في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة وقال مراسل وكال نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 150.850 دينار عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 151.000 دينار عراقي مقابل 100 دولار وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محل الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151.750 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149.750 دينار مقابل 100 دولار وفي أربيل سجلت دولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 150.750 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150.650 دينار مقابل 100 دولار ترجمة نانسي قنقر